استقبل الرئيس عبدالفتح السيسي اليوم وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي ووزراء الكهربائي والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والتخطيط وتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة ومستشار رئيس الجمهورية لتخطيط العمرانية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعما للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة وذلك بإقامة شركات أو شراكات متوازنة مع الدولة تهدف لدعم الاقتصاد وتوطين الصناعة كما أكد رئيس السيسي اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع كافة الشواغل التي تواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل حاسب لسيما في ضوء مساهمتهم الفاعلة والمؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي ونسب التشغيل للأياد العاملة والقدرات الإدارية والتنظيمية التي يمتلكونها واستعرض الرئيس السيسي في هذا الإطار التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتلموية التي تتبنىها الحكومة لتشغيع ومساندة الاستثمارات الجدة وتذليل جميع العقبات أمام القطع الخاص بالإضافة إلى ما تطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية خاصة في قطع الموانئ والمطارات وشبكة الطرق ومنظومة النقل الحديثة بالإضافة إلى تطور الكبير الذي حدث في منظومتي الجمارك والضرائب إلى جانب تحديث الأطر والنظم القانونية وأوضح متحدث الرئاسة أن الوزارة أو الوزراء قاموا بإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات فضلا عن استعراض المقاومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حاليا والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية والجهود المبزولة على مختلف الأصعيد في مصر من أجل تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد بما في ذلك التعديلات الضريبية والجمركية والتوسع في الميكانة والتدفق قواعد البيانات وغيرها من إجراءات التطوير التي شملت كافة قطاعات الدولة وشهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الرئيس السيسي ومجموعة الرجال الأعمال والمستثمرين المصريين حول ما تقوم به الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر والأفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر حيث أشاد ممثل مجتمع الأعمال بالقطة التنموية الطموحة للدولة والتحسن في البيئة الحاضنة للاستثمارات في مصر وكذلك الإرادة سياسية القوية لتحقيق الإصلاح والنمو في مصر بواترات متسارعة والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استعادة صورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبي والمصري مؤكدين تقديرهم للقاء السيد الرئيس وتواصل سيادته المستمر مع القطع الخاص لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد وأكد الرئيس السيسي في ختم اللقاء حاجة مصر لكل سواعد أبنائها للمساهمة في تطويرها وتنميتها وتغيير واقعها إلى الأفضل خاصة أن مصر باتت تتمتع بمعايير القدرة على الانطلاق وفق فرص حقيقية مع اعتزامها استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي الشامل كنهج وطني استراتيجي لبناء الدولة